في انتظار الاخترار الرسمي من سلطة الضبط لبريد وموصلة لإطلاق خدمة الجيل الرابع كشف مدير العلاقات العمل أوريدو ورمدان جزائري عن الإجراءات التي يجب أن يتخذها الزبائن حتى يتمكنوا من استخدام تقنية الجيل الرابع في ميكروفون إيمان عياش عليها أن يكون له سمارتفون هاتف ذكي يتقبل هذه الخدمة ثم تغيير الشريحة على مستوى فضاءات أوريدو وتغيير الشريحة يكون بعد إمضاء عقد للزبون يمضي على عقد يوفر له خدمة الجيل الرابع بالنسبة للأسعار كما ذكرنا من قبل خلال عملية التجارب التقنية التي جريناها في تنمسان في 11 جولي الماضي فإن الأسعار إن شاء الله ربما تكون إن شاء الله بنفس أسعار الجيل الثالث ولكن خليوا حتى توافق على سلطة الضبط على العروض التجارية ثم نتحدث بالتفاصيل حول هذه العروض